السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويعطيكم ألف عافية أفضل مراجعة لليلة الامتحان هي أنك تحل امتحان وزاري شامل وكامل تمام؟ وهذا اللي رح نعمله معكم أنه رح نحل اليوم إن شاء الله امتحان وزاري كامل كمراجعة لامتحان الوزارة اخترنا لكم في حل الأسئلة امتحان الوزاري 2005 تكميلي الامتحان الوزاري طبعا كان مدته ساعتين ونص تاريخه 10-1-2024 وبدأ أنبه على شغلة أولا تلاحظوا في بداية الامتحان في عندي ثوابت فيزيائية معطيني E شحنة الإلكترون معطيها يمش حفظ وهذا اللي بنحكيه دائما الثوابت ليست حفظا كوسيني 37 سايني 37 مع إنه الآن الحاسبة مسموحة وموجودة بين إيديك ومع ذلك أعطوك إياها ثابت النفاذية المغناطسية ميوم سي سورة الضوء في الفراغ ثابت بلانك إلى آخره مع التنبيه لاحظوا ثابت بلانك مثلا إحنا بنحكيه 6.63 أعطوهم إياكم 6.4 واضح؟ أنا في الامتحان بلتزم شو أعطاني؟ لاحظوا مثلا كتلة النيوترون كتلة البروتون تختلف قليلا عن الموجودة في الكتاب ما عندي مشكلة بلتزم في اللي بعطيني إياه في الامتحان يعني هذا اللي راح أستخدمه في الحل نبدأ بالسؤال الأول مباشرة السؤال الأول بيحكي لي يوضح الشكل المجاور هذا منحنة القوة الزمن منحنة مشهور معروف بنعرف أنه المساحة تحت المنحنة هي الدفع على طول بدي أكون عارف أنه هاي المساحة تحت المنحنة هي الدفع الإمبالس اللي هو آية تمام؟ بيقولي اعتمد عليه طبعا القوة المحصلة المؤثر في جسم ساكن يعني بداية الحركة العملية كان ساكن أثرت على القوة طبعا حركته إذا علمت أن القوة تؤثر باتجاه الموجب X طبعا أكيد هي في اتجاه الموجب لأن هاوين مرسومة في المنطقة الموجبة لو كانت سالبة القوة في اتجاه السالب X كان رسمولي هاوين تحت المنحنة أجب عن الفقرتين واحد واثنين معنا الفرع واحد والفرع اثنين كلهم بدك تعتمد فيهم على الرسمة نيجي على السؤال الأول السؤال الأول بيحكي لي بده مقدار الدفع المؤثر في الجسم بوحدة نيوتن في ساكن اللي هي وحدة الدفع طبعا واتجاهه أما الاتجاه من أولها أنا بعرف أنه دائما اتجاه الدفع هو اتجاه القوة وبما أن اتجاه القوة موجب X إذن من الآن عرفت أنه اتجاهه موجب X وبالتالي بالنسبة لفرع باء وفرع دال هاي استثنيتهم من البداية ظل عندي ألف وجيم واضح كيف؟ إذن بده اتجاهه احنا بنعرف الاتجاه الدفع هو اتجاه القوة طيب نيجي الآن نحسب مقداره هذا فرع اللي هي الدائرة الأولى باجأ أحكي الدفع هو المساحة تحت المنحنة صح؟ والمساحة تحت المنحنة تساوي ممكن أنا شو أعمال مثلا أقسم هاي المساحة إلى مثلث وهي مثلث ومستطيل يعني صار عندي خليني أعملكوا إياها بطريقة أفضل يعني صار عندي ثلاث مساحات في عندي هاي المساحة وعندي هاي المساحة وعندي هاي المساحة ثلاث مساحات لما أحسب مجموحهم بكون هو قيمة الدفع وبناء عليه إذن راح يكون عندي A1 زائد A2 زائد A3 ويساوي بس بدي أنا أبهكوا أنه لحظوا المثلث الأول والمثلث الثاني متساويين نفس الارتفاع ونفس القاعدة اتنين اتنين معنى أنا بحسب مثلث والتاني بيكون زيه احنا بنعرف إنه مساحة المثلث اللي هي نص القاعدة في الارتفاع نص ضرب القاعدة القاعدة دا عندي اتنين والارتفاع أعلى نقطة ووصل لها أربعة تمام زائد طبعا هون اتنين مع اتنين بتروح شو راح يضل أربعة زائد A2 مستطيل مستطيل ببناش الطول في العرض الطول من اتنين لتلات واحد ضرب الارتفاع برضو أربعة زائد حكينا المثلث الأخير هو نفس الأول يعني أربعة ويساوي أربعة زائد أربعة زائد أربعة لهي اتناش حالص هذا الإجابة نجي بندور عليها هسا وينها اتناش هايها اتناش واتفقنا إنها موجب إكس إذن الإجابة هي فرع ألف نجي على اتنين اتنين بده مقدار القوة المتوسطة طبعا ليه لأنه هون القوة يجمع قوة لحظية يعني عند الثانية رقم واحد كانت القوة اتنين عند الثانية رقم اتنين كانت أربعة هذي يسميها القوة اللحظية طب والمتوسطة كده طلحها بتروع قانون الدفع على طول اتنين تحكي إحنا بنعرف إنه الدفع يساوي F ΔT الدفع حسا حسبنا 12 يساوي F اللي أنا بدي إياه اللي هي المتوسطة هاي إشارة المتوسط ضرب الزمن بأخذ زمن الرحلة كاملة من الصفر للخمسة يعني خمسة تمام خمس ثواني بقسم على خمسة على خمسة بروحوا مع بعض بيظل عندي F متوسطة تساوي وعلى الآلة الحاسبة بقسم 12 على خمسة على طول 12 تقسيم خمسة بيطلع 2.4 نيوتن باجي بدور عندي وين 2.4 هاي 2.4 اللي هي فرع فرع بها تمام هيك بنكون حلينا 1 و2 خلينا نروح على 3 فرع الثلاث فرع الثلاث بحكيلي في الشفل المجاور هايو أمامنا تتحرك كرة A باتجاه الموجب X فتصطدم رأسا برأس بكرة أخرى اللي هي B تتحرك أمامها انتبهوا هذه الآن مهمة بما إنها استضمت فتصطدم بكرة أخرى تتحرك أمامها معتمو مين اللي كاين أسرع A ولا B أكيد كاينة A أسرع من B ولا كيف ما هي وراها كيف لحقتها وصدمت فيها إذن هذه الجملة فتصطدم رأسا برأس بكرة أخرى بي تتحرك أمامها شو بنفهم منها إنه سرعة B أي سرعة A كاينة أكبر من سرعة B تمام طيب بالاتجاه نفسه طيب وكتلتها مين هي لكتلتها B كتلت B أقل من كتلت A إيش يعني؟ معنة سرعة A أكبر وكتلت B أكبر أو كتلت A أكبر يعني M A أكبر من M B صح؟ طيب طيب ما إحنا يا أستاذ بنعرف إنه الزخم يساوي M V صح؟ صح بما إنه A تمتلك سرعة أكبر وكتلة أكبر إذن من الآن أنا بعرف إنه زخم A لابتدائي أكبر من زخم B لابتدائي ليش؟ تمتلك كتلة أكبر سرعة أكبر تبهوا موضوع السرعة هذا استنتاجي إنت لحاجة تفهمه طيب إذا استمرت الكرة تان بعد التصادم في الحركة في الاتجاه نفسه يعني الآن بعد ما اصطدموا كملوا للأمام يكون اتجاه التغير في الزخم بده التغير في الزخم يعني دلتا دلتا P دلتا P لكلا الكرتين تيجي التصادم خلص الحل انتهى كيف يعني؟ إحنا عندنا قاعدة ما بصير ننساها دائما إذا استضم جسمين الجسم الذي يمتلك زخما أكبر يعطي جزءا من زخمه للجسم الآخر دائما اللي معاه زخم أكثر بعطلة اللي معاه زخم أقل اللي معاه طاقة حركية أكبر بعطلة الجسم اللي معاه طاقة حركية أقل وبالتالي بما إنه أصلا زخم A الابتدائي كان أكبر من زخم B معتم مين اللي رح يعطي للتاني لما يتصادموا زخم A رح يعطي لB إذن شو رح يصير في زخم A سيقل ليش؟ لأنه أعطى جزء منه لB وبالتالي دلتا P لا A رح تكون P A final ناقص P A initial A فقط جزء من زخم وأعطي لB معناته رح يكون final لA أصغر من final لA من الانيشيال لA إذن الجواب شو رح يكون سالب؟ صح؟ شو يعني سالب؟ يعني سالب X فهمتوا؟ كمان مرة لما عرفنا أنه سرعة A أكبر كتلته أكبر زخمه أكبر من B خلص طب و لما يتصادموا مدام زخمه أكبر سيفقد جزءا من زخمه ويعطيه لB إذن A سيخسر الزخم واللي بيخسر معناته صار الزخم النهائي إله أقل من الابتدائي فأنا بطرح صغير ناقص كبير بطلع جواب سالب شو يعني؟ دلتا P سالب يعني في اتجاه السالب X تمام؟ طب شو بالنسبة لB؟ هذه الأسئلة ترى الدقيقة بدكم تديروا بالكم تساوي P B final ناقص P B initial الآن بالنسبة للكرة B شو حكينا؟ راح تاخد جزء من زخم A دائماً اللي مع زخم كبير بدنا نبدو أعطي للي مع زخم أقل فإذن B ستكتسب زخماً جديداً معتو زخمها الجديد الفاينال سيكون أكبر يعني هذا الفاينال أكبر من الانيشيل يعني سأطرح كبير ناقص صغير بطلع الجواب موجب شو يعني دلتا P موجب؟ يعني موجب X بنجي بندور وين A سالب X؟ اتنين؟ لا لا مش اتنين نفس الاشي كل واحد شغل بالنسبة لA سالب X وينك يا A؟ هاي كرة A سالب X صح والكرة B موجب X إذن صحيح هذا قال لي إجابة دال طيب نمسح الحل ونروح على سؤال أربعة سؤال أربعة بيحكي لي أو قبل هيك بيحكي لي كرة A كتلتها اتنين كيلو جرام تتحرك بسرعة خمسة متر لكل ثانية شرقاً شرقاً يعني نحو اليمين موجب X فتصطدم رأساً برأس بكرة أخرى ساكنة كرة أخرى ساكنة يعني VB إنيشيال زيرو هذا معنى ساكنة كتلتها 8 كيلو جرام إذا تغير تغير الزخم الخطي للكرة A يعني هذا بعطيني دلتا P لأيه تمام؟ نتيجة التصادم بمقدار سالب 16 كيلو جرام في متر لكل ثاني سالب يعني فقد أو آسف يعني هذا آسف مش فقد هذا يعني أن التغير في الزخم كان نحو السالب X تمام؟ فأجب عن الفقرتين أربعة وخمسة الآن نجد الأربعة بده مقدار سرعة الكرة A باجي بحكي إحنا أعطانيه التغير في زخم A بحكي دلتا P لأيه بدها تساوي P A Final ناقص P A Initial هسا التغير في الزخم أعطانيه جاهز لهو ناقص 16 يساوي بد الزخم لأيه V A Final ناقص M برضو إحنا بنحكي عن A يعني عن نفس الكرة في V A Initial فكت القوانين سالب 16 يساوي M A طلع ليها عامل مشترك اللي هي أصلا كم M A كرة 2 كيلو يعني M A هاي طلعتها عامل مشترك هون وعوضتها مباشرة لهي 2 كيلو تمام؟ شو بظل عندي V A Final اللي هو بده إياها بنقدر سرعة الكرة بعد التصادم هذي مجهولة V A Final ناقص V A Initial كانت تتحرك بسرعة 5 شرقا شرقا يعني نحو اليمين موجب بعوضها موجب هاي خمسة تمام؟ طيب بنقسم الطرفين على 2 على 2 بروحوا مع بعض بيظل عندي هون سالب 8 تساوي V A Final ناقص 5 زائد 5 زائد 5 هذول بروحوا بيظل عندي V A Final تساوي سالب 3 متر لكل تانية وحكينا السالب تعني غربا أو سالب X هذي سالب X يعني غربا باجي بدور وين في عندي 3 غربا 3 غربا هاي 3 غربا هون ديروا بالك الإشارات مهمة هذا بنسبة لسؤال 4 أما سؤال 5 اللي بيعتمد على نفس الفقرة خمسة خمسة بيحكي لي بده التغير في الطاقة الحركية للكرة B بوحدة جول طيب يعني بده kinetic energy للكرة B احنا بنعرف انه هذا بده يساوي kinetic energy لB كله عبيه هسه خلاص Final ناقص kinetic energy لB Initial ينفكي القوانين نص نعم الطاقة الحركية نص MV تربيع طبعا M اللي هي لB V Final تربيع ناقص نص MV Initial تربيع ويساوي لو طلعنا نص M عامل مشترك يظل عندي V Final تربيع ناقص V Initial تربيع ويساوي نص ضرب كتلة B 8 كيلو جرام وبفتح قوس V Final اللي حكا لي كم صارت فأجب عن الفقرتين A ما أعطنيشي السرعة مجهولة بس الانيشيال يعني هاي لسه مجهولة لكن الانيشيال كانت ساكنة Zero صح؟ إذن راح يضل عندي هون أربعة إذن أربعة V Final تربيع إذن شو ضل علي أحسب؟ بدي V Final من وين أجيبها؟ برجع على قانون حفظ الزخم الخطي باجي بحكي M إذن الهدف إيش الآن تطلع V V طبعا لمن؟ إحنا بنشتغل لب بحكي M A V A Initial زائد M B V B Initial لازم يساوي يعني الزخم النظام قبل التصادم يساوي بعد التصادم M A V A Final زائد M B V B Final تمام؟ هسا بالنسبة لبي كانت ساكنة معناته الانيشيل هذا أنا برتاح منه خلص بيظل عندي M A تمام؟ هو أعطاني أصلا التغير يلا مش مشكلة بالنسبة ل A 2 كيلو ضرب وسرعتها الابتدائية كانت 5 شرقا خليها تساوي M A حكينا 2 كيلو وسرعتها النهائية سرعتها النهائية اللي إحنا حسبناها 3 غربا غربا سالب يعني سالب 3 صاح؟ زائد M B اللي هي 8 ضرب V B M B أخذناها 8 و V B Final هسا هدول 10 بدها تساوي سالب 6 زائد 8 V B Final هون زائد 6 وهون زائد 6 بيظل عندي هون 16 16 16 16 تساوي 8 V B Final نقسم الطرفين على 2 إذا بدو صفي عندي V B Final تساوي 2 متر لكل ثانية ولاحظوا طلعت موجب موجب يعني نحو الشرق بعوضها زي ما هي إذن V B Final هاي طلعت معي 2 بعوضها 2 تربيع 4 4 في 4 16 جول ولاحظوا التغير في الطاقة الحركية لبي طلع موجب يعني زيادة في الطاقة الحركية لكل حال هو 16 تمام هيك هذه بنكون خلصنا الصفحة الأولى من الامتحان ننتقل الآن للصفحة الثانية نبدأ سؤال 6 في الصفحة الثانية بيحكي في الشكل ثلاث كرات فلزية متماثلة متماثلة طبعا يقصد يعني في الكتلة طبعا في الكتلة والحجم متراصة معلقة بخيوط خفيفة هذا اللي هو إيش يا جماعة بسموه كرة نيوتن إذا سحبت الكرة على الجانب الأيمن يعني مسك هاي على اليمين ورفعها بعدين أفلتت ورجع التصادم التصادما مرنا مر معنا كثير زخمها وطاقتها الحركية كلها بدأت تفقدها وتعطيها لا الكرة اللي جنبها معتوه شو بده يسير فيها يستسكن خلاص طب اللي جنبها الجنبها رح تنقلهم مباشرة للأخيرة معتوه هاي رح تظلها ساكنة طب هاي هاي رح تأخذ كل الزخم كل الطاقة الحركية اللي وصل الآن فيش حد تعطيها فبتروحي ترتفع بنفس سرعة الأولى إذن تسكن الكرة المتحركة اللي هي اللي كانت على اليمين صح وتقفز الكرة التي على الجانب الأيسر بسرعة V يعني بنفس السرعة تمام؟ بنفس السرعة هذا الكلام صحيح مدام الكلام صحيح بختار الإجابة وبنسل باقي ما ليش فيه يلا ستة أو سبعة آسف هاي سؤال سبعة طيب يوضح الشكل المجاور منظرا علويا لباب يعني هاي الباب مثلا الباب هي أنا بجب أطلع عليه بفتح وبسكر شو يعني منظر علوية بطلع عليه من هون يعني هاي فصلات الباب الفصلة الأولى الفصلة الثانية أنا بطلع من فوق فهمتوا؟ يعني هاي الباب بس هو هي بصور لك يا من فوق هيك يعني الباب رح يفتح رح يسكر هيك تمام تؤثر فيه ثلاث قوة متساوية المقدار في الموقع نفسه لاحظوا إحنا بنعرف أنه العزم هو R F ساين ثيتا يعني بعتمد على ثلاث عوامل المسافة بين نقطة محور الدوران ونقطة تأثير القوة R F مقدار القوة وساين ثيتا له الزاوية المحصورة بين R و F لاحظ لما حكا لي أنه متساوية المقدار القوة الثلاث متساوية المقدار في الموقع نفسه معناته F مشترك كلهم نفس القيمة و R مشترك لأنه مدام أثروا في نفس الموقع إذن المسافة بين محور الدوران ونقطة التأثير هي نفسها معتوه مين العامل المؤثر اللي ضرن عندي هو ثيتا طبعا احنا بنعرف كلما زادت ثيتا بزيد الساين صح؟ طيب بمعنى يعني ساين الثلاثين نص طيب ساين الستين جذر الثلاث ع اثنين له أكبر من نص صح؟ فمعاته كلما زادت الزاوية بزيد الساين لو أجينا اطلعنا فهو بيسألني بده العلاقة الصحيحة بين العزوم أرتب له إياها احنا وقفنا على ثيتا بتلاحظوا F2 F2 زاويتها هاي هيك بتأثر صح؟ الزاوية اللي بتصنعها مع R زاوية تسعين طبعا إذا كانت الزاوية تسعين هذه أكبر قيمة للجيب اللي هي واحد وبناء عليه العزم للقوة رقم اثنين هذا أكبر ما يمكن بعد هيك لو أجينا راح نلاحظ أنه F1 زاويتها مع R اثنين ثيتا وأما F3 فهي ثيتا وحدة معتو الزاوية لF1 أكبر معتو ساينها أكبر إذن عزمها أكبر طاو 1 وأقل وحدة اللي هي F3 ليش؟ لأنه زاويتها هي أصغر زاوية زاويتها هي أصغر زاوية اللي هي ثيتا إذن راح يكون طاو 3 إذن لاحظوا في هذا السؤال أنه ثبت لي F وثبت لي R بس يظل اللعب على ثيتا إذن السؤال بعتمد على العوامل وين 2 وين 3 اللي هي با اللي قابلنا شو حكينا ألف تمام يالله تمانية تمانية بحكي لي قضيب في لزي مهمل الكتلة ما إلو كتلة طوله 30 سانتي لاحظوا هاي 20 و 10 كله عبعضه 30 قابل للدوران حول المحور O كما في شكل مجاور تؤثر فيه قوة F1 50 نيوتن هاي 50 نيوتن حتى يصبح القضيب في حالة اتزان دوراني الآن هذه القوة لما بدأت أثر في القضيب شو راح تعمل فيه راح تخليه يصير يدور هو بيحكي لك ما بدي يدور ما بدي يدور ولا بدي يكون في حالة اتزان دوراني آه معاته لازم يكون فيه عندي قوة ثانية شو ميزتها ميزتها أنه يكون عزم هالبتعطينية مساوي لعزم F1 مقدارا ومعاكس له اتجاها ليش لأنه شرط الاتزان الدوراني أن تكون محصلة العزوم تساوي صفرا إذا كانت محصلة العزوم تساوي صفرا معاته ما في عزم محصل يعني فيش دوران تمام هيك وبناء عليه حتى يكون هذا الكلام زي ما بديه بقول لي يجب أن تؤثر حتى يصبح القضي في حالة اتزان دوراني يجب أن تؤثر فيه عموديا عند النقطة شو يعني عمودي ما تقول يا بدها تكون للأسفل يا بدها تكون للأعلى قوة F2 مقدارها بوحدة نيوتين واتجاهها يا ترى هل هذه القوة للأسفل ولا للأعلى أستاذي بالنسبة ل F1 طلع وين بتأثر هيك معاته كيف دهت دوره دهت دوره بهذا الاتجاه الآن لو كانت القوة التانية اللي بده إياها اللي احنا نسميها F2 لو كانت للأعلى هيك شو راح تعمل في القضي برضو بدها تدفعه هيك معاته راح يصير عزمها وعزم القوة الأولى شو ما لهم في نفس الاتجاه معاته محصلتهم مش صفر ما بنفعش هذا الحكي معناته يجب أن تكون F2 للأسفل ليش عشان تحركوا هيك يعني يكون العزم شو ما لهم عكس عقارب الساعة وهاي بيكون عزمها مع عقارب الساعة هاي صار العزمين متعاكسين هيك بتحقق الشرط قلنا عشان يكون العزم المحصل 0 لازم يكون اتجاهين متعاكسين ومقدارين متساوين كيف دهكون اتجاهين متعاكسين يجب أن يكون تأثير F2 نحو الأسفل طب ليش يسعب مش بزاوية مائلة بيسير بس هو في السؤال قال لي بديها تكون عمودية عمودية ما تبدي يجيبها للأسفل ليش للأسفل عشان تحرك لي القضيب عكس عقارب الساعة لأنه F1 بتحركوا مع عقارب الساعة عشان يكون العزمين متساويين وانتبهوا لا تنسوا أنه اتنين جايين على جهة واحدة نفس الجهة الأورجين هيو تمام طيب إذن هيا عرفنا أول شغل اللازم للأسفل معناته صار عندي يا جماعة با ممكن ودال ممكن إلى الآن لأنه ألف وجين بحكي لي موجب واي موجب واي غلط لأنه كانت موجب واي للأعلى ما ترى تعطيني عزم مع عقارب الساعة وهاي عزمها مع عقارب الساعة ما بنفع طيب نحن اتفقنا لازم العزمين أو محصلة العزوم سيجما تاو سيجما تاو لازم تكون زيرو طيب باجي بحسبهم أما بالنسبة للأولى اللي هي F1 لاحظوا إنها مع عقارب الساعة مع معناته بدأت تكون سالب صح سالب R كم المسافة بينها وبين الارجين كاملة 30 سانتي يعني 30 في عشرة قوة سالب اتنين ضرب F اللي هي مية أو نشوف شوفو هيك باجي بمسك هاي R وهاي F تمام هاي الزاوية اللي هي نفسها مية وتلاتة واربعين إذن ساين المية وتلاتة واربعين ساين مية وتلاتة واربعين تمام هذا بدو يكون اتفقنا هون عزمها عكس عقارب الساعة يعني زائد عزم F2 الجديدة F2 الجديدة هذا كم لازم يطلع زيرو باجع الآلة الحاسبة بحكي ساين المية تلاتة واربعين يساوي ستة من عشرة ضرب 30 يساوي بطلع 18 تقريبا 18 وعندي سالب 2 بطلعني 18 بالمية سالب 18 بالمية هيك تمام زائد تاو 2 يساوي 0 إذن تاو 2 تساوي 18 بالمية وتساوي اللي هي R2 F2 ساين ثيتا 2 إذن 18 بالمية تساوي R2 اللي هي المسافة بين نقطة التأثير ومحور الدولة 10 سانتي اللي هي 10 في 10 قوة سالب 2 حولتها للمتر ضرب F2 اللي أنا بدي إياها ضرب ساين حكي لعمودي يعني ثيتا 90 ساين 90 واحد طيب بالمناسبة هاي 18 يعني لو خليتها سالب 2 كان أحسن يلا مش مشكلة هاي سالب 2 اشطبها وحرك الفاصلة هون تمام بيصير F2 تساوي 18 بالمية على حركنا هي 10 بالمية يعني 1 بالعشرة أكل حال وتساوي هاي 18 بالمية تقسيم 10 رب المية بيطلع 1.8 نيوتن وين 1.8 نجي ندور عليها نحن شو لحسبنا هون القوة ناسي إش يا فكرة 120 آه فون أنا شو عوضت ها فون لما ناسي أعوض فون هون أنا آسف هاي ها ضرب ضرب نعم معوض ر ومعوض الثاني الناس الف ف خمسين يلا هاي خمسين تمام معناته هون مش 18 بالمية لسا 18 بالمية ضرب خمسين ماشي هاي 18 بالمية ضرب خمسين يساوي تسعة تسعة سالب تسعة تمام هاي إذن سالب تسعة معنة تاو تسعة تاو هون تطلع تسعة يلا إذن تسعة هون تسعة حكينا معنة هون تسعة إذن بدنا نقسم تسعة تقسيم 11 بطلع تسعين نيوتن وهذا يعني أنه عندنا لو في الامتحان أحيانا خربطت بشغل المفروض ببين معي من الإجابات طيب إذن هون طلع التسعين إذن الإجابة هي با هاي نجا سؤال تسعة طيب يلا أوبس ماشي يلا تسعة هاي هيك تسعة مصطرة مترية أي تسعة مصطرة مترية في الزية قابلة للدوران حول محور ثابت يمر في منتصفها عند النقطة عمودية على مستوى الصفحة كما في شكل مجاور أثرت فيها قوتان شكلتها ازدواجا فإن مقدار عزم الازدواج المؤثر في المصطرة يساوي هذا ما في سهل يعني الحافظ القانون بحل على طول إحنا بنعرف إنه عزم الازدواج اللي هو تي كابل تمام بساوي 2 R 2 R F Sine Theta حيث R هي المسافة من الأورجين للطرف هذه R طب 2 R 2 R هاي R و R اللي هي L معطينيها هون في السؤال L صح طيب ضرب F في Sine لاحظ هون ما فيكو Sine في Sine طب سهي Sine Theta صح طيب وين أنا Theta Theta هي هاي ساوي هاي فإذن على طول ما فيه إشية السؤال اللهم بس يعني الفكرة إنه 2 R هاي هي نفسها L فالجواب جيم ما فيه أي مشكلة طيب السؤال اللي بعده السؤال بيحكي لي بدأ جسم الدوران من السكون بدأ جسم الدوران من السكون إيش يعني يعني أوميغا إنيشيال زيرو سأشو عرفك إنه أوميغا الآن هو بحكي لي دوران حركة دورانية يعني بتسارع زاوي اللي هو ألفة أربعة راد لكل ثاني تربيه حوله محور ثابت حلو إذا علمت أن عزم القصور الذاتي للجسم اللي هو الانيرشاء يساوي 18 كيلو جرام في متر تربيع فأجب عن فقرتين عشرة و 11 أما بالنسبة لعشرة الفقرة عشرة بحكي لي بده مقدار السرعة الزاوية للجسم يعني بده أوميغا فاينل بعد ثانيتين بسيطة باجي بحكي له إحنا بنعرف إنه ألفة هي أوميغا فاينل ناقص أوميغا إنيشيال على دلتة تي التسارع الزاوي هو دلتة أوميغا على دلتة تي أما التسارع الزاوي فأعطاني أربعة يساوي أوميغا فاينل بده إياها ناقص زيرو لأنه بدأ من السكون بيقول لي بعد ثانيتين وضرب ضرب تبادلي إذن أوميغا فاينل تمانية راد لكل سكن تمام وهي الإجابة تمانية دل نجي على 11 سؤال 11 بيقول لي بده مقدار العزم المحصل العزم المحصل نعرف إنه تاو شو بيساوي يا جماعة آي ألفا ويساوي قداش أعطاني آي أعطاني آي ثمانية بالعشرة ضرب ألفا أعطاني يا أربعة ويساوي ثمانية طبعا أربعة طبعا ثنين وثلاثين وفي عندي فاصلة إذن نيوتن في سكن نيوتن في متر أسف طيب إذن ثلاثة فاصلة ثنين بجب أدور عليها ثلاثة فاصلة ثنين في الرعبة بجوز لاحظتوا إلى الآن السؤال الوحيد بجوز اللي اشتغلناه كان معرفش الرابع أو الثالث يعني إشي زي هيك فقط هاي 11 سؤال وزي ما أنتم شايفين الأسئلة تقريبا عشرة من 11 إلى الآن سهلات وما فيهم إشي هذو آخر سؤالين كانوا إيش رطبيق مباشر على القانون طيب ننتقل الآن ل سؤال سؤال 12 ما بعده اللي هي الصفحة الثالثة تمام ننتقل لصفحة الثالثة الصفحة الثالثة بحكيلي في أول شيء في الشكل المجاور كرتان A B كل منهما مصمتة يعني من جوة مليانة مش فاضية منتظمة متماثلة متساوية تاني في الكتلة إذن الكتلة متساوية M A تساوي M B تساويتان في الكتلة يعني M A تساوي M B ونصفي قطريهما R A تساوي 2 R B يعني R A أكبر منها حجما كل من الكرتين تتحرك حركة دورانية حول محور ثابت يمو في مركزها بسرعة زاوية أوميغا إذا علمت أن يعني أوميغا A تساوي أوميغا B نفس السرعة الزاوية إذا علمت أن أوميغا A تساوي أوميغا B إذا علمت أن عزم القصور الذاتي للكرة المصمتة I أعطيك القانون يساوي 2 على 5 M R تربيع طيب بناءً عليه بناءً عليه خلينا أحسب I لكل وحدة فيهم هذا اللي هو فرع أو سؤال 12 خلينا نحكي 12 نحكي I لأ بده يساوي 2 على 5 تنتين كرات في M M متساوية أصلاً ما أعطاني كم بس متساوية M A في R A تربيع صح طيب و I B رح تكون 2 على 5 M B R B هو X و capital آه خليق capital تمام تربيع ماشي هيك رح تطلع القوانين نشوف 12 شو بده بناءً على هذا الكلام بده نسبة نسبة يعني بسطه مقام تمام زخم A الزاوي طبعاً على زخم B قانون الزخم اللي هو I في أوميجا صح؟ على IB لأوميجا B لكن هو حكايفي في السؤال إنه شو مال السرعة الزاوية متساوية مع السلامة شو ضل علي أعمال؟ أعوض I لأنا حسبها هي 2 على 5 M A R A تربيع على 2 على 5 M B R B تربيع ويساوي هسا M حكا لي متساويات معتو بروح مع بعض 2 على 5 بروح مع بعض شو ضل عندي R A تربيع R A تربيع هسا محل R A بعوض 2 R B صح؟ 2 R B وهي التربيع يعني بس أنا شلت R A وحطت قيمة هاتو R B وتحت R B تربيع ويساوي ربع بصير 4 R B تربيع على R B تربيع بروح R B تربيع مع بعض إذن شو راح يضل للجواب 4 يعني 4 على 1 4 على 1 اللي هي دال تمام؟ نجي على 13 13 13 بحكي لي إذا علمت أن أوميغا عطاني قيمتها وMA وRA كل شيء بده الطاقة الحركية الدورانية إحنا بنعرف إنه الكيناتك أنيرجي روتاشنال هي نص I أوميغا سكوير تربيع نص ضرب إحنا بدنا نشتغل الآن لمين؟ عن مين بسألني هو؟ عن A صح؟ يعني بدي I A I A اللي هو حكينا 2 على 5 I A 2 على 5 ضرب M A اللي هس أعطاني إياها كم M A نص كيلو صح؟ M A في R A تربيع R A تربيع شيك R A اللي هو 20 سنتي 20 سنتي 2 بال 10 متر تربيع 4% أكل حال هاي 20 في 10 قوة سالب 2 لكل تربيع هاي 2 مع 2 بتروح تمام؟ طبعا النص هاي هي عبارة عن 5 في 10 قوة سالب 1 فال 5 مع الخمسة برضو بتروح هون عندي 20 الصفر بروح مع سالب بظل سالب 1 تمام؟ الآن 2 تربيع 4 و 10 قوة سالب 1 تربيع 10 قوة سالب 2 وفي عندي هون سالب 1 إذن في 10 قوة سالب 3 الوحدة جول تعالوا نشوف وين هالإجابة لاحظوا مش حطي لأسس إذن اخلص من الأسس شو يعني سالب 3 سالب 3 ما تبدأ حرك الفاصلة على يسار ثلاث منازل هاي واحد اثنين ثلاث هون تصير الفاصلة هون بعب بأصفار إذن 4 بالمية 4 بالألف جول 4 لا يبدو إذن ما وجدنا الإجابة يبدو في أوميغا أوميغا كم عوضتها أنا برضو نفس المشكلة نسينا أوميغا أوميغا اللي هو كم ما أعطيني إياها 4 تربيع 16 ما لسا عندي بعد هذا كله كان آي يعني هذا كله لسا مضروب في أوميغا اللي هي 4 تربيع 16 معتو هذا كله لسا بدو ينضرب في 16 طيب هذا هيك هذا هو يساوي حكينا 4 بالألف لسا بدو نضربه في 16 طيب 64 بالألف طيب نجح على 14 لحكي لموصل أومي مقاومته R نحن نعرف المقاومة الأومية هي التي تبقى قيمة المقاومة فيها ثابتة عند تغير التيار والجهد طيب إذا تغير اشي تغيرت المقاومة بسبب آخر غير التيار والجهد زي الحرارة تبقى مقاومة أومية هذه الفكرة جعب عليها سؤال موصل أومي R عند درجة حرارة 25 عند تسخينه إلى درجة 80 فإنما يحدث للموصل الآن هل مقاومته ستتغير؟ الجواب نعم دا تزيد ولا بدأ تقل ستزداد أكيد لأن درجة الحرارة تتناسب طرديا مع المقاومة والمقاومة أصلا تتناسب طرديا مع المقاومة ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة المقاومة إذن هذه المقاومة تغيرت فهل هي غير أومية؟ لا هي أومية طب ليش؟ ما نعرف أن الأومية هي ثابتة ثابتة عند تغير الجهد والتيار أم إذا تغيرت بسبب تغير درجة الحرارة فهذا لا يعني أنها لم تعد أومية إذن يبقى أوميا وتزداد مقاومته باه لا تنسوا ما تبني نحكي عنها غير أومية إذا كان سبب تغيرها هو تغير التيار والجهد بس 15 تبذل القوة الدافعة الكهربائية شغلا على الشحنات الكهربائية يؤدي هذا الشغل إلى تحريك هذه رسمة البطارية تبعت القوة الدافعة ذكرينها هيك هاي القطب السالب والموجب كنا نحكي لكم شحنات الموجبة بتتحرك في الدارة بتلف بتلف لما بوصل للشحنة الموجبة هون بتعلق عند السالب سلب يجذبها فتبذل البطارية شغلا لنقل وحدة الشحنات الموجبة من القطب السالب إلى القطب الموجب داخل البطارية هذا السؤال حفظ بس يعني جايبكم تعريف إذن يؤدي هذا الشغل إلى تحريك الشحنات الموجبة الافتراضية نسولي ألف وباء نتعاملش مع الإلكترونات اللي هي التيار الحقيقي لما بنحكي عن بطاريات الشحنات الموجبة الافتراضية من وين؟ من القطب السالب إلى الموجبة من القطب السالب إلى الموجبة داخل البطارية كلام صحيح هون بقول لي الشحنات الموجبة الافتراضية من القطب السالب إلى القطب الموجبة لا 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 داخل البطارية هذا تعريف لك تكون حافظه 16 بحكي لي مثلت مثلت تغيرات الجهد في جزء من دارة كهربائية بيانيا كما في الشكل بالاعتماد على بيانات الشكل فإن العنصر A بين النقطتين هاي العنصر A بين نقطتين B و C ومقدار التيار المارفي هما هذا اللي هو سؤال 16 طيب إيش هاد؟ باجة بتطلع عليه بتلاحظوا لما أجيت بدأدخل على هذا الجهاز قديش الجهد 3 لما فت على الجهاز شو صار في الجهد ارتفع؟ متى ما ارتفع الجهد إذن نحن بنحكي عن بطارية البطارية هي اللي بتنتج لك قوة دافعة إذن هذا بطارية انتهينا كيف عرفنا يا أستاذ بطارية؟ لأن الجهد ارتفع طلعوا هون المقاومة لم تكون مقاومة شو بصير في الجهد؟ طلعوا دخلنا كان 6 طلعنا منها إلا هو 3 بنزل إذن إذا نزل بطارية ارتفع معناته آسف إذا نزل مقاومة ارتفع بطارية إذن هون ارتفع فهي بطارية معناته الجواب قد يكون جيم وقد يكون دال الآن هو بيحكي لبطارية قوتها الدافعة كم؟ فاجة بتطلعها قديش دخلت عليها؟ 3 قديش اطلعنا؟ 12 يعني كم؟ 9 آه 9 خلص نعرفت يعني حتى قيمة التيار ما فيش داعي أضيع وقتي عليه في الامتحان لكن لو طالب قال يساوي كد يعرف التيار دائما إذا الرسمة هون ما عندي إلا مقاومة داخلية فالتيار دارة يحسب منها فاجة بحكي التيار ناف يساوي V على R ويساوي كم فرق جهد المقاومة الداخلية من 6 إلى 3 يعني 3 ومقاومتها 2 1.5 أمبير لكن هزا ما حكيت فيش داعي تضيع وقتك عليه في الامتحان متى معرفت الإجابة؟ خلص حط الاختيار وامشي 17 بطارية سيارة كهربائية تخزن طاقة مقدارها 36 كيلو وط في ساعة ووصلت مع الشاحن يزودها بتيار 15 أمبير عند فرق جهد 240 فولت طبعا مثل ما عطاك تيار وجهد مقاومة وجهد جهد مقاومة وتيار كل هذا يعني أنك تستطيع حساب القدرة بده المدة الزمنية طب مدة زمنية لشحنها كذا مع تطيني طاقة وبده مدة زمنية ما عندي إلا إيش؟ قانون الباور يساوي الإنيرجي على الزمن شهذا القانون؟ القدرة هي الطاقة لوحدة الزمن لكن لاحظوا الطاقة شو أعطني إياها؟ أعطني إياها كيلو وط في ساعة إذن لازم الباور تكون بالكيلو وط فشو باجي بحكي؟ بحسب القدرة وتساوي 15 أمبير ضرب 240 يساوي 15 ضرب 240 يساوي 3600 إيش وط أنا ما بدي وط بدي كيلو وط بقسم على ألف هاي تقسيم ألف بطلع 3.6 كيلو وط الآن باجي بحكي إذن القدرة 3.6 كيلو وط والطاقة 36 كيلو وط في ساعة لاحظتوا؟ إذا بدي عوض وط لازم هون جول كيلو وط كيلو وط في ساعة على دلتة تي اللي هو الزمن اللي بده إياه بعدما نضرب تبادل بيطلع دلتة تي يساوي 36 على 3.6 ويساوي هاي 36 تقسيم 3.6 بطلع 10 عشرة إيش؟ هذا اللي أنا اشتغلته بعطيني بالأورز الساعات طب هو بدو يا بالمنتز انتبهتو؟ بدو يا بالدقائق كيف أحول من ساعة لدقيقة؟ بضرب في 60 بضرب 10 في 60 بصير عندك 600 دقيقة 600 دقيقة هاي جيم الإجابة إذن هي الفرع جيم ننتقل ننتقل للصفحة الرابعة الصفحة الرابعة الصفحة الرابعة بتبدو بسؤال 18 اللي بحكي ثلاث مقاومات مقدار كل منها R وصلت جميعها على التوالي هذا سؤال 18 بحكي لي وصلت جميعها على التوالي التوالي بالإنجليزي series عشانيك رح يرمزوله يرمزوله بالرمز S مع مصدر فرق جود على التوالي كيف أطلع طب الـ R equivalent لهم الـ R equivalent ما بيكونه series خليني أسميها R S جمع مباشر ما ترح يكون R زائد R زائد R يعني ثلاثة R هذا بيكونه series طب ثم يعد توصيلها على التوازي التوازي بالإنجليز اللي هو parallel P شيء يرمزولها بالرمز P طب شو بدأ تكون الإكوفيلانت لهم نحكي واحد على R equivalent تساوي لهي ننسي نسميها R parallel تساوي واحد على R زائد واحد على R زائد واحد على R لاحظوا أنه R موحد وجاهز وقت ثلاثة نقل بالطرفين إذن R parallel تساوي R على ثلاثة هذه series وهي الparallel طيب فإن IP على IS IP على IS يعني بدأ التيار في حالة التوازي على التيار في حالة التوالي طيب لاحظ في الحالتين تم التوصيل مع مصدر فرق الجهد نفسه يعني V مشترك هسا احنا بنعرف قانون التيار هو V على R فأجي بحط هون V على R parallel تقسيم V نفسه على R series ويساوي V على R parallel ضرب برفح هذا بقلبه R series على V الآن بتروح V مع V تمام سير يساوي RS على RP RS RS 3R على وRP R على 3 R على 3 معتو شو بده تطلع نسبة دويا وسط ومقام ماشي تطلع 3 في 3 9 على 1 9 على 1 له ألف يلا نروح لسؤال 19 أخذي أمسح سؤال 19 سؤال 19 بيحكي اللي في الدارة المبينة في الشكل المجاور إذا كانت قراءة الأميتر لاحظوا الآن أنا عندي هون مثلا نقطة تفريع في عندي ثلاث تيارات داخل داخل خارج حلو هذا اللي نازل شغال على الخط هذا العلوي بيمر في الأميتر إيه بيحكيلي 2 أمبير انتبهوا طب والتيارين الثانيات لا مش معروفات فإن مقدار القوة الدافعة Y2 تحت والتيار المار فيها وهذا التيار وهذا التيار أستطيع أسمي هذا التيار I1 وأسمي هذا I2 طب كيف بدي أشتغل طبعا الخط السفلي الآن معطة لأنه I2 مجهول أو I Y2 مجهول أو I2 مجهول عشان أشتغل بدي أفك الإشكالية اللي هون بدي أحسب بالأول I1 شو بعمل بستخدم كيرشوف الثانية على الحلقة العلوية ممكن أسمي هاي النقطة A small وأشتغل كيرشوف من هون أمشي مثلا من A ألف وأرجع لA مسار مغلق فباجي بحكي VA يلا بسم الله أنا ماشي هيك لاحظوا ماشي عكس التيار زائد تنسوش عكس زائد مع سالب عكس التيار وبضرب 3 اللي هي المقامة في التيار 2 6 نمشي لاحظوا فت على الخط الجديد بطارية سالب موجب موجب 6 في عندي مقاومة داخلية بس أنا ماشي الآن مع التيار ناقص وبضرب 1 في I1 بظل I1 تمام بعدين عندي مقاومة ماشي مع التيار سالب بضرب 5 في I1 هذا كله بده يساوي رجعت لنفس النقطة VA طبعا VA مع VA مع السلامة بروحه بظل عندي 6 6 12 وهون سالب I وسالب 5 I سالب 6 I1 نقول لي هذا الكلام طبعا نساوي 0 نقول لي يا على الجهة هاي بصير عندي 6 I1 تساوي 12 اقسم الطرفين على 6 على 6 إذن I1 تساوي 2 أمبير هاي عرفنا الآن هذا التيار أيضا شو طلع 2 أمبير وبناء عليه بقدر أحسب الآن I2 بعمل كيرشوف الأولى كيرشوف الأولى بتحكي لعند نقطة التفريع تيارات الداخل تساوي الخارجة الداخل عندي 2 زائد برضو هذا طلع 2 بده يساوي الخارج الخارج هو I2 ومنه I2 تساوي 4 أمبير طب باجي بتطلع وين في 4 أمبير في هاي هاد 4 أمبير وهذا 4 أمبير في عندي خيارين معنى تقول أنا استبعدت ألف قبا هلا شو بعمل باخذ كيرشوف الآن لاحظوا أنه I2 بطل مجهول خلاص عرفته 4 أمبير الآن بعمل كيرشوف على الحلقة الصغرى تحت يلا باجي مثلا ممكن أمشي هيك بهذا الاتجاه أنزل تحت ببدأ VA امشي امشي عندي بطارية سالب موجب موجب ايبسلون تو في عندي مقامة داخلية أنا ماشي مع التيار سالب وبضرب 2 في 4 8 مقامة في التيار امشي خط جديد سالب موجب موجب 6 فولت وهون ماشي مع التيار ناقص وبضرب 1 في 2 2 بدأ المقامة ماشي مع ناقص واضرب 5 في 2 10 وينرجعت VA VA مع VA بتروح يظل عندي ايبسلون تو هون عندي ناقص 8 وزائد 6 ناقص 2 ناقص 2 ونقص 2 ناقص 4 ناقص 14 يساوي 0 جيب لي إياها على الجهة الثانية إذن إبسلون تو 14 فولت بذكر هون إنه إبسلون مستحيل تكون سالب إذا طلت معك سالب ما تفع عندك خربط بترجعت شيك طيب وين في 14 هاي هدال نجي على 20 يستخدم أنبوب الأشعة المهبطية لاستقصاء تأثير المجال المغناطيسي في الشحنات الكهربائية المتحركة فيه وهذه الشحنات هي لا تنسوا هذا بمر ذكره في أول درس المجال المغناطيسي القوة المغناطيسية المؤثرة في شحنة ما الدليل أن المجال المغناطيسي يؤثر في الشحنات المتحركة بقوة كان الدليل هو أمبوب الأشعة المهبطية طيب أمبوب الأشعة المهبطية تذكروا عبارة عن ضوء قرمزي يعني أزرق يمير إلى الخضرة إذا قربت عليه المجال المغناطيسي بتقوس وهذا دليل أن الشحنات المتحركة تأثرت بقوة نتيجة تقريب المجال المغناطيسي شو هاي الضوء الأزرق عبارة عن إيش كان بكتكون عارف طبعا هذا ما في فصحة يعني هذا تكون حافظه هذه إلكترونات وأسمهم أشعة المهبطية بيكون ضغط فيه منخفض حتى لا تفقد طاقتها الحركية هذا بصم يعني بتكون حافظه إذن هي إلكترونات تتحرك ضغط هواء منخفض هذا أهم شيء طيب نجع 21 21 21 مجال المغناطيسي منتظم بي 16 سالب 2 تسلا يدور داخله وفي مستوى عمودي عليه أيون موجب الشحنة بحيث يكمل دورة واحدة في زمن هون السؤال مش إنه صعب بس دقيل دم يعني ما في يعني ما في في الكتاب شيء ينبه الطالب إنه إحفظ قانون السرعة تساوي المسافة على الزمن وإنه المسافة في الحركة الدائرية هي المحيط صح أخطو في سنوات ماضية بس كطالب توجيهي بيجي على امتحان ودارس ومجهز حاله جيب له حركة زي هاي بصراحة مش حلوة لكن هيك أجا السؤال طيب أما بحكي إنه صعب بس يعني زي بفاجئ الطالب إنه شو هذا يدور داخله ومستوى عمود عليه أيون موجب الشحنة حيث يكمل دورة واحدة في زمن 2 بالعشرة ميلي سكند الشحنة النوعية إحنا بنعرف إنه الشحنة النوعية اللي هي لا أسف كيو على أم كيو على أم طب إذا أنا نستيت يا أستاذ ما يبقى لك الشحنة النوعية بوحدة كولوم لكل كيلو جرام كولوم يعني شحنة كيو على كيلو جرام كتلة أم طبعا هات بساوي V على B R نصف القطر شحنة على الكتلة اللي هي الكتلة النوعية أي شحنة نوعية سرعة الجسايم على نصف قطر المسار الدائري في المجال المغناطيسي هسا أنت مشكلتك في V طب من أنت أجيب له V V أنت بتعرف أنه هي المسافة على الزمن ها دكتوها بالعربي المسافة على الزمن طب شو المسافة اللي ميشيها محيط الدائرة هاسا هون مش بيحكي لي هايث يكمل دورة واحدة يعني لف دائرة واحدة طب قديش المسافة اللي بيكون ميشيها محيط الدائرة أعطاق قانونه محيط الدائرة 2xR R نصف القطر يعني 2xR خلال زمن الدورة الواحدة هاي قديش أخذت 2 بالعشرة ميلي سكند ميلي سكند الميلي سالب تلحت تمام؟ طب لو كان حكي لي دورتين كل دورة بيكون قطعة فيها 2xR معتوا بضربها في 2 تمام؟ بيصير 4xR بس هون أعطانا دورة واحدة طيب ممكن ألغي الفاصلة وأعمل هاي سالب 4 ماشي عشان ال2 مع ال2 تروح وشو بيضل عندي؟ باي R وارفع لي هاي الأسس لفوق شو بيضل عندي؟ 10 قوة 4 تمام؟ رفعت الأسس بس للاعلى هاي صارت في جاهزة اللي هي باي R في عشرة قوة 4 على R B B بالمناسبة كم أعطانيها؟ 6 في عشرة قوة سالب 2 ويساوي R مع R بتروح بيضل عندي باي على 6 في عشرة قوة هاي أربعة رفعي لها سالب 2 بيصير موجة ب 2 بيضل 6 كولوم لكل كيلوغرام باي على 6 هاي جي بنيجي على 22 22 بصم حفظ شوفوا كم سؤال أجانا بصم حفظ جزء هذا يا الرابع يا الثالث يا الرابع جزءان في المحرك الكهربائي الآن المحرك لازم تكون حافظ أجزاؤه شو وظيفة كل جزء؟ جزءان في المحرك الكهربائي يتصلان معا فينقل أحدهم التيار إلى الآخر الجزء الأول مكون من قطعتين من الكربون أول ما قال لقطعتين من الكربون هذول دا ذكرهم من فرشتان تتصلنا مع مصدر التيار والجزء الثاني مكون من نصفي أسطوانة موصلة هذول هما العاكس وانتهينا 23 برضو 23 ما في حل يبين الشكل المجاور موصلا يسر فيه تيار كهربائي والنقاط MOP تقع بالقرب من الموصل إذا كانت DL يعني القطعة DL يعني قطعة صغيرة هاي قطعة DL هاي 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 يعني جزء منه تقع بالقرب من الموصل إذا كانت DL قطعة من الموصل فإن النقطة التي لا تنشأ أو لا ينشأ عندها مجال مغناطيسي يعني قاعدة دائما السلك لا يؤثر بمجال مغناطيسي على نقطة تقع عليه أو على امتداده هذه حكيناها أكثر من مرة دائما السلك لا يؤثر على نقطة تقع داخله أو على امتداده وبناء عليه مين النقطة التي تقع داخله أو على امتداده لاحظوا O P N كلها على جوانب السلك مين الوحيدة اللي جاي على امتداده M شايفين M جاي على امتداده إذن هي النقطة M ما بيأثر عليها تمام نروح الآن على الصفحة الخامسة اللي بتبدأ بالسؤال رقم 24 سؤال 24 بحكي يتكون سلك من جزئين مستقيمين لا نهائيين طول هيهم يقصد هذا وهذا تمام وجزء دائري اللي هو هذا ماشي مركزه D هون هذا مركز الملف الدائري كما في شكل مجاور معتبدا على الشكل والبيانات عليه فإن مقدار المجال المغناطيسي عند النقطة D بوحدة تسلا واتجاهه أولا لاحظهم في فكرة مكررة وهي أن القطع المستقيمة الأولى والقطع المستقيمة الثانية طلعوا D تقع على امتدادهما يعني D جاي على امتداد هذه القطعة وعلى امتداد هذه القطعة إذن هاي القطعة وهاي القطعة ما بيأثروا على D دائما السلك لا يؤثر على نقطة تقع عليه ولا على امتداده مين ظل بيأثر على D فقط الملف الدائري وبناء عليه بجيب أحكي سؤال 24 بده المجال المغناطيسي بي من أنه ملف دائري بكتب قانونه ميو آي إن على 2R ويساوي 4 باي في 10 قوة ناقص 7 ضرب آي التيار الكهربائي 6 أمبير في إن عدد اللفات بتلاحظوا طبعا احنا بنعرف إنه عدد اللفات هو ثيتا على 360 360 طبعا ثيتا اللي هي الزابة المركزية الزابة المركزية لدينا الآن في هذا السؤال اللي هي 370 هاي بتوليش من هون لهم 300 أو 270 270 على 360 صح؟ شو بطلع هات 3 على 4 أو إنت لحالك مدام في عندي أنا 90 وهي ربع دائرة في ربع دائرة مش داخلة ما تشو بدوضا عندي 3 أربع إذن هي 3 على 4 على 2R R اللي هي نصف القطورة 10 سنتي إذن فيه 10 فيه 10 قوة سالبة 2 طبعا 3 على 4 يعني 4 تحت في المقام فبتروح الأربعة مع الأربعة شو كمان فيه عندي 2 مع 6 بضل 3 الصفر هذا ممكن الغيسر سالبة 1 خلاص ويساوي أنتوا شو ضل عندي 3 في 3 9 باي فيه 10 قوة عندي سالبة 7 خلاص فيه سالبة 1 بسيطلع بصير موجب 1 بضاف صف سالبة 6 تسلة طيب وين الاتجاه طبعا بالبداية 9 باي هاي لاحظين فيش غيرها 9 باي فيه 10 قوة سالبة 6 اللي هو في الرجيم ماشي بس طلع الاتجاه يعني أنا نحل عندي معني ما ظل عندي مشكلة لكن لاحظوا التيار كيف ماشي هيك الصعب معاه بهامي للداخل إذن هو باتجاه داخل الورقة 25 25 بحيث لثلاثة أسلاك مستقيمة لا نهائية الطول يسري في كل منها تيار كهربائي يعني يعني I1 I2 I3 متساوية هذا هو سؤال 25 كما هو بيه في الشكل إذا كانت القوة المغناطسية المتبادلة بين وحدة الأطوال من السلكين واحد وثلاثة تساوي F طيب يعني F كانت بين واحد وثلاثة تساوي القانون لهو ميو F1 F3 L على 2 by R L طول السلك وR المسافة بين السلكين تمام وتساوي ميو حسا أسف مش F I1 I2 هسا I1 I2 شمالهم متساويات معانتوا I يعني فيج دعي أحكي I1 I2 I ضرب I يعني I تربيع في L على 2 by في R المسافة بينهم 6 سنتي 6 في 10 سالب 2 تمام هذه اللي هي F13 اللي هو شو سماها F يعني هاي أعطاها اسم F طيب خليها أيش بنحتاج بعدها كنزبط عليها بنرجع نكمل فإن القوة المغناطسية المحصلة المؤثرة في وحدة أطول من سلك 2 بدلالة F هي يعني الآن السؤال السلك 2 كم القوة المحصلة عليه طبعا سلك 2 بأثر عليه سلكين واحد وثلاث واحد بأثر عليه بأنه التيارين في نفس الاتجاه إذن تجاذب هذه F 1 2 و3 برضو بأثر عليه بس بأنه التيارين عكس بعض إذن تنافر معناته 3 بده ينفره 3 على 2 نلاحظة قوتين اللي بأثروا على السلك 2 في نفس الاتجاه إذن راح أحسب كل واحدة لحال بعدين أخذ محصلتهم اللي هي جمعهم فبأجي بأحكي هون F واحد على 2 ده تساوي ميو و I1 في I 2 اللي هو I تربيع لأنه التيارة كلها متساوية في السؤال في L على 2 باي أر المسافة بينهم هي 4 سانتي 4 في 10 قوة سالبة 2 تمام برضو خليها بنشوف في الأخير شو ممكن نعمل هون F 2 أو 3 على 2 بدها تساوي ميو I 2 I 3 برضو I تربيع تنسوش تيارات متساوية على 2 باي المسافة بينهم 2 سانتي يعني 2 في 10 قوة سالبة 2 تمام هيك طيب طبعا هون 4 في 2 8 يخلص هذول 8 هذول 2 في 2 يعني 4 الآن باجي باجمحهم احنا اتفقنا 2 موجب X يعني جمع فباجي بأحكي القوة اللي بتأثر على السلك 2 المحصلة هي مجموحهم يعني رح أحكي ميو I تربيع L على 8 باي في 10 قوة سالبة 2 زائد ميو I تربيع L على 4 باي في 10 قوة سالبة 2 بنلاحظ انه المقامات متساوية بس بدي أضرب هات في 2 يعني بضرب هون 2 هون 2 بصير 8 فإذا رح يصير عندي بلاحظوا هذول الحدين متساويين فعندي ميو I تربيع L زائد 2 ميو I تربيع L معتو 3 ميو I تربيع L على 8 باي في 10 قوة سالبة 2 تمام هذا الجواب الآن هو بده إياه بدلالة إيش بدلالة F هاي طبعا هون 6 في 2 12 طيح أنا عندي هون 3 على 8 كيف بدي أزبطها عشان أخليها تصير 12 تمام طيب هاي عشان أخليها تصير 12 بايش بدل أضربها باجعل ألة الحاسبة بحكي 12 تقسيم 8 يساوي بواحد ونص بمعنى لو ضربت 8 في 1 ونص بسير 12 يعني هون باجي بضرب في واحد ونص وهون في واحد ونص البسطول المقام ليش بعمل هيك بدي المقام يصير نفس هاد عشان أقدر أعوض طيب إذن هون رح يصير المقام عندي بايش دائماً باي في karate عشرة قوة سالب اتنين وفوق أربعة ونص واحد ونص في تلات أربعة ونص في ميو آي تربيع L تمام يلا الآن I تربيع L على 12 باي في 10 قوة سالبة 2 هاي كلها إيش هي هذه F إذن صار F tool هي القوة المحصلة على السلك التاني 4.5 في إيش F تمام باجي بتطلع وينها هاي 4.5 هاي 4.5 وإحنا أصلا متفقين من الرسمة إنها باتجاه اليمين هذا من الأسئلة بصراحة شوي يعني بيغلب في حل طيب خصف العمليات الحسابية سؤال 26 بحكي لي حلقة مربعة الشكل مساحة سطحها A موضوع في مجال بغناطيسي B بحيث تكون هون انتبهوا الزاوية بين مستوى الحلقة وخطوط المجال ما أعطاني الزاوية بين العمودي على الحلقة وخطوط المجال هون بين مستوى الحلقة وخطوط المجال 60 إذن ثيتا مش 60 متممة التسعين معتو هون ثيتا 30 هذه فكرة حكينا عنها كثير كثير حكينا إذا أعطاني الزاوية بين خطوط المجال ومتجه المساحة اللي هو العمودي على المساحة هي جاهزة إذا أعطنيها مع مستوى الحلقة سطح الحلقة لا بطرح من 90 إذا تضاعف مقدار المجال المغناطيسي طبعا احنا بنعرف أنه التدفق التدفق شو قانونه فاي احنا بنعرف أنه قانونه بي ا كوساين فيتا الآن فيتا ما تغيرت اللي هي 30 تمام أكتبه هون هذا اللي هو سؤال 26 التدفق بي ا كوساين فيتا فيتا عندنا كم 30 هسا الزاوية ما تغيرت المساحة ما تغيرت ضلت زي ما هي كويس لكن شو صار في المجال المغناطيسي بقول لي تضاعف المجال مرتين يعني هذا المجال الأصلي الانيشيال طب شو صار في التدفق أسف تدفق الفاينل بس ايه زي ما هي كوساين فيتا زي ما هو تمام بس بدل بتضاعف يعني صار تو بي فباجب أحكي هو ايش بده هسا التغير في التدفق صح أنا وانا طلعت تغير في التدفق يعني بده دلتا فاي بطرح الفاينل من الانيشيال كوساين 30 تلاحظ نفس المقدار بس هذا اثنين وهذا واحد إذن بي اي كوساين 30 بي اي كوساين 30 بي اي كوساين اللي هي ألف طيح نيجي الآن على اللي بعده آه هاي حكينا ألف ماشي اللي بعده بحكيلي ملف دائري عدد لفاته هذي إن عدد اللفات إن متوسط نصف القطر يعني نصف القطر آر اثنين سنتيمتر طيب موضوع في مجال مغناطيسي منتظم هذا بي ربع تسلا كما في الشكل المجاول إذا سحب الملف هذا الملف سحبه خارج المجال يعني هذا طلع صار برا إيش معنى هذا الحكي هذا سؤال الآن 27 هذا يعني أن التدفق النهائي zero ليش وخلص الملف صار ملف صار برا المجال برا المجال ما فيه تدفق طيب قداش أخذنا وقت وحنا بنطلع فيه هذا الزمن هذا دلتتي واحد بالمية سكند فأجب عن 27 و28 أما 27 فبدو القوة الدافعة الكهربائية قوة الدافعة الحثية يعني نحن بنعرف إنها سالب N دلتة قلن فرد أي Phi على دلتة T ويساوي سالب وقال لي ملف دائري عدد لفته مية هاي مية ضرب هون بفتح قوسين بدي الفاينال اللي هي زيرو ناقص الانيشيل معطانية بدي أحسبها تمام هسن بنحسبها و بنعوضها على الزمن اللي هو واحد بالمية تمام طيب معتوا بنيجي هون هيك عزاوية شو بنحسب التدفق الابتدائي هل بنعرف قانون تدفق B A كوسين ثيتا ويساوي أما المجال فكان ربع تسلا وأما المساحة فقال لي نصف قطر اللفة هم لف دائري 2 سنط بنعرف إحنا الدائرة شو قانونها قانون مساحتها R أو A للدائرة باي أر تربيع إذا تكون باي ضرب نصف القطر 2 سنط 2 في 10 قوة سالب 2 يعني 4 في 10 قوة سالب 4 هذه نسحة الدائرة إذا رح تكون 4 باي في 10 قوة سالب 4 كوساين ثيتا لاحظوا المجال عمودي على السطح يعني زاوية صفر كوساين صفر واحد خلص مش كوساين طيب تنسوش إنه 25% هي واحد على أربعة صح ف25% في أربعة هي واحد أصلا بروحوا مع بعض يعني فإذا شو ضل عندي هون باي في 10 ناقص أربعة وبر طيب نجب نعوضها الآن باي في 10 قوة ناقص أربعة ويساوي هون رح يظل عندي السالب سالب في سالب بتصير موجب مية يعني خليني أقسمها هون عندي مية تقسيم واحد بالمية هذا بطلعوا واحد في 10 قوة أربعة عشرة قوة أربعة وسالب أربعة بروحوا تمام ضل واحد في باي باي ماشي إذا موجب باي بولت بندور وين هاي سبعة وعشرين ألف تمانية وعشرين بحكي لي اتجاه التيار الكهرباء الحثي المتولد في الملف يكون طيب ركزوا معي إحنا شو عملنا إحنا طلعنا لبرة معتوا زاد التدفق ولا نقص أكيد نقص كان فيه تدفق الأسر صفر الملف بعجبوها الحكي لا ما بعجبوه شو بحاول يعمل يعوض النقص كيف بعوض النقص بأن ينتج خطوطا في نفس اتجاه الخطوط الأصلية عشان يعوضها الأصلية راحت فبدو يجيب مكانها نفسها إذن سينتج مجالا نحو الداخل هذا هو بي برايم تمام إبهامي معه أصابعي هم الطيار شايفين هذا آي برايم طيار الحثي إذن مع عقارب الساعة إذن رح يكون مع اتجاه حركة عقارب الساعة طب ليش ليقاوم النقص التدفق هذا كلام سليم مية بالمية راح ضدال بيخدعاك بقولك مع اتجاه صح بس ليقوم الزيادة لا أنا ما عندي زيادة أنا طلعته برا بطل في مجال صار في عندي نقص تمام نروح على صفحة الصفحة السادسة صفحة السادسة بتبدأ بسؤال تسعة وعشرين سؤال تسعة وعشرين محول كهربائي مثالي طيب شو بستفيد من كلمة مثالي يعني أنه الpower متساوية على الابتدائي والنهائي تمام الجهة الملف الابتدائي وملف النهائي في المحول يقول لي مثالي إذن القدرة الخارجة هي نفس القدرة الداخلة هذا مهم في حل هذا السؤال عدد لفات الملف الابتدائي اللي هي N1 وعدد لفات الثانوي 200 طبعا من أنه خافض للجهد لازم يكون عدد الملف الثانوي لعدد لفاته أقل من الابتدائي وهذه الطريقة أصلا بميز فيها أنه خافض ولا رافع إذا كان عدد الثانوي أقل من الابتدائي معنا هذا خافض إذا كان الثانوي أكثر من الابتدائي بيكون رافع إذا علمت أنه فرق الجهد بين طرفيه الثانوي يعني الثانوي لهو 2 في 3 فولت ويتصل لهو الثانوي بمقاومة تستهلق قدرة هذي P2 فإنه مقدار التيار في الملف الابتدائي يعني اللي بده يا I1 طيب تعال نشوف هذا كيف نشتغله سهلا إن شاء الله هذا 29 طيب أول إشي أنا بدي I صح الآن I1 عشان أحسبه في شغلتين بلزموني أو إش القدرة رح أستفيد منها ليش حين انتفقنا أنه P1 يسوي P2 لأنه مثالي أعطاني P2 ماته هي نفسها P1 المناسبة فالقدرة على الابتدائي معي أنا بدي تيار ضل علي جهد اللفات معي جهد الثانوي معي بطلع جهد الابتدائي إذن باجي بحكي أول إشي V1 على V2 قانون المحول بساوي N1 على N2 V1 اللي أنا بعرفهاش V2 ثلاثة فولت صح N1 اللي هي 600 على 200 هاي صفرين مع صفرين شو بيضل ثلاثة اعملي ضرب تبادلي بطلع عندي V1 يساوي 9 فولت طيب بعد هيك بحكي القدرة تساوي I في V القدرة اللي هي 18 تساوي I1 بالديا و V1 طلعنا 9 فولت اقسم الطرفين على 9 خلصنا إذن التيار راح يكون 2 أمبير هاجي بدور وين 2 أمبير هاي له فرع ب سؤال ثلاثين بحكيلي يزودنا مولد كهربائي بفرق جهد متردد حسب العلاقة طبعا دايما هون بتذكر العلاقة الأصلية أنا عندي Δلتا V تساوي V ماكس ساين أميغا T هاي ما بننساها بمعنى هاي تي وهي تي صح إذن هذي إيش هذي هي أميغا ما تنسوا أول إشي بدون مقدار فرق الجهد المتردد بين الطرفين المولد عند اللحظة T ماشي نحسب له إياها بالأول هذا اللي هو 30 كيف دي أحسبها بعوض في المعادلة Δلتا V تساوي 420 في ساين أربعمية باي ضرب عود T اللي طلبها واحد على تمانمية صفرين مع صفرين ذو روحوا أربعة على أربعة واحد اثنين عدتوا هاي شو صفات باي على اثنين باي على اثنين اللي هي تسعين ساين التسعين واحد فهمتوا كيف يا جماعة إذن أربعة وعشرين فولت ترى بالمناسبة عند هذا الوقت بتكون V هي الماكس طيب وين في عندي أربعمية وعشرين في هاي هاي أربعمية وعشرين خلص هفكرة يشوفوا زي هيك ما بطر أكمل حل خلص هاي أربعمية وعشرين فيش ولا إجابة تانية فيها أربعمية وعشرين خلص طيب إفرصة كان في إجابة تانية كيف دي طلع التردد ما أنا عندي أوميغا إحنا بنعرف أنه أوميغا تساوي 2 باي إف فبقسم الطرفين على 2 باي صح إذن التردد إف بده يساوي أوميغا اللي هي أربعمية باي على 2 باي باي بروح شو بيضل 200 هيردز هذا زيادة مني حلت ولا خلص أنت ما بلزمك 200 هيردز هاي تمام طيب ننتقل خليني أمسح هذا الحكي ماشي هذا حكينا ألف اللي هيك طيب دار دار تيار متردد تحتوي على مصباح مقاومته R ومواسع ومواسع معاوقته المواسعية XC طبعا هذا السؤال إيش حكينا سؤال 31 ومحث معاوقته المحثية XL بده يعني أجب عن 31 و 32 بس بالأول أذكر أنه XC هذا هو واحد على أوميغا C أما XL فهو أوميغا L قانونه يعني طيب أول شي بيقولي تكون الدارة في حالة رانين متى طبعا الدارة تكون في حالة رانين عندما يكون تكون مقاومة الدارة أقل ما يمكن ومتى تكون أقل ما يمكن عندما يكون XL يساوي XC هذي بتكون أقل ما يمكن ما فيها فلسفة طيب ليش لأنه طبعا Z اللي بتتذكروا هي تحت الجذر R تربيع زائد وبنجيب هذول التنتين نطرحهم من بعض تربية صح يعني اللي هي XL XC هذول لما يكونوا قد بعض وأطرحهم هذا كله بده يروح شو بيضل فقط المقاومة العادية فهذه أقل قيمة بتكون لمقاومة الدارة طب 32 يحكي لي عند زيادة تردد طبعا التردد هو F وأوميغا هي 2 باي F يعني إذا زدت التردد العادية أنت زدت التردد الزاوي تمام فإن الذي يحدث كل من المعاوقة المواسعية لاحظوا العلاقة بين المعاوقة المواسعية وأوميغا عكسية فإذا زدنا أوميغا إذا زدت أوميغا بدها تقل المواسعية صح؟ إذن هون تقل في عندي هذه ممكن تكون وهذا والمحثية اللحظوا إنها شمالها طرد مع أوميغا يعني ستزداد إذا تقل تزداد ج المواسعية المواسعية تقل والمحثية تزداد تلاتة وثلاثين الناقلات الأغلبية بتعفو عندي ناقلات أغلبية وأقلية في أشبه الموصنات النوع الن اللي هي نيجاتيب تايب يعني سالبة ما تعلم شو بدي يكون الأغلبي منها سالبة سالبة له الإلكترونات الحرة إذن هون إلكترونات حرة في عندي هاي هاي ممكن وهاي طيب نوع P تايب P اللي هو مين الـPositive عندي الفجوات فيش إلكترونات حرة خلاص فجوات هوا جين لاحظوا أسئلة سهلة جدا العبارة التي تصف نوع القاعدة في الترانزيستور تبتعف الترانزيستور هيك شكله بيجي إلو بيز قاعدة وإميتر و كولكتر جامع الإميتر هو اللي بنحط عليه السهم هاي القاعدة البيز وهذا كولكتر بيظل عندي الإميتر هذا تمام الآن إذا كان الترانزيستور من النوع PNP أنا بهمني في النص هاي هو البيز القاعدة إذا كانت القاعدة N معلش تحملوني N نقط بنقط يعني بنقط جوه الترانزيستور يعني بتخليلي إياهيك كأنه الإميتر شو معمل بنقط قاعد تيار جوه عشان ما تنسوهم جوه ترانزيستور وهذا هو سؤالنا طب يا أستاذ لو كانت NPN لاحظ القاعدة P يعني بيكب لبرة هيك أحفظ ليها P يعني بيكب لبرة بيكون السهم لبرة فهون إذن بما إنه في النص N بنقط جوه تمام فبدي التيار يكون من الإميتر إلى البيز يعني من الباعث إلى القاعدة أول هو من النوع القاعدة من النوع N هي اللي بتكون في النص هدول تجاه التيار من الباعث إلى القاعدة دال 35 بحكي لاحظوا أسئل قاعد بحلفها من غير ما أحتاج أني أخر بش إشي شفهم اعتمادا على البيانات المثبتة في الشكل المجاور وإذا علمت أن المقامة الداخلية لمصدر فرق الجهد مهملة فإن مقدار التيار المار في المقاومة هذا اللي هو 35 حتى 35 بقدر أحل له شفهم الآن هو بدو التيار المار في المقاومة منعرف أنه التيار هو V على R أنو V VR يعني جهد المقاومة طب كم جهد المقاومة جهد البطارية اللي هو 7 فولت هذا شو بيصير فيه هذا بدو يتوزع على القطاع التانية فالدايود المصنوع من السيليكون كم بدي يأخذ تعرفوا أنه السيليكون بأخذ 0.7 صح والجرمانيوم بأخذ 0.3 معتوا اثنين مع بعض شو أخذوا 1 فولت شو ضل 6 لم ين بروحه هون 6 فولت بس إذا بدو يكون 6 على قيمتها 1.5 إذا 4 أمبير كان الله مليم محسين دائما هيك جهد البطارية بدو يتوزع على الدايودات بدك تكون حافظ السيليكون 7 بالعشرة وإنه جيرمانيوم 3 بالعشرة تمام ونلاحظوا أصلا تنسوش إنه قطب موجب جاي مع القطب الموجب للدايودز هذا كله forward piers نحياز أمامي طيب إذن 4 أمبير اللي هو في الرعبة شوفوا سؤال 36 ما أسهله سؤال 36 بيحكيلي وفقا لفرضية بلانك فإن القيم الممكنة لطاقة الأشعة الصادرة عن جسم عن جسم عنده تردد F هي نحن بنعرف الطاقة بده تكون N HF صح HF هذه طاقة الفوتون الواحد طيب لو عندي فوتونين بيكون 2 HF طيب لو كان 3 فوتونات 3 HF ما بدهاش ولا إشي يا فوتون يا فوتونين يا 3 فوتونات 4 فوتونات ما فيه ولا إشي السؤال طيب ننتقل الآن إلى صفحة رقم 7 صفحة رقم 7 السؤال الأول أو سؤال رقم 37 بيحكي فلز اقتران الشغل له 4 إلكترون فولت فإن أكبر طول موجي لفوتون بوحدة نانوميتر يكفي لتحرير الإلكترون دائماً نحن بنعرف أن التردد العتبة هو أقل تردد يلزم لتحرير إلكترون من سطح الفلز الآن نعرف العلاقة بين التردد وطول الموجي عكسية فأقل تردد يلزم للتحرير هو أطول بقابله يعني أكبر طول موجي يلزم للتحرير فمتى ما سألني عن أكبر طول موجي يلزم لتحرير الإلكترون من سطح الفلز يعني هو بده لمدا نوت زي ما في عندي F نوت لو تردد العتبة يعني في طول موجي العتبة وأي شيء بتعلق في العتبة من وين أصلاً بدي أشتغله من اقتران الشغل فإذن باجي بحكي سؤال سبعة وثلاثين هو شو بده دون عكسية وطاقة حركية بده طول الموجي طب طول الموجي بدي اقتراني الشغل بس مدام الشغلة صار فيها طول موجي اقتراني الشغل لازم أحوله لجول فباجي بحكي FI اللي أعطاني إياها أربعة إلكترون فولت هاي هاي لازم أضربها في شحنة الإلكترون عشان أحولها لجول هيك بصير بالجول وتساوي وبضرب أربعة ضرب واحد فاصلة ستة آسف آسف أربعة ضرب واحد فاصلة ستة تمام بطلع ستة فاصلة أربعة في عاشرة قوة ناقص تسعة تاشترون جول دايما الطاقة إذا بدي أشتغل طاقة وفي عندي سرعة تردد طول موجي لازم الطاقة تكون بالجول الآن أنا حولت ولا جول هسا نحن نعرف أن اقتراني الشغل يساوي H F نوت أو C على لمدة نوت لماذا اخترت هذا؟ لأن أنا بدي الطول الموجي وبناء عليه رح يكون لمدة بعمل ضرب تبادلي يساوي بجيبه لمدة وبجيب هاد مكانه H C على ستة فاصلة أربعة في عاشرة قوة ناقص تسعة ويساوي طبعا نعرف ثابت بلانك اللي هو ستة فاصلة تلاتة وستين بس بجيبه شفته أنتوا في أول امتحان كان حطوا ستة فاصلة أربعة في عاشرة قوة ناقص أربعة وثلاثين فأنا بلتزم شكرا طيب إذن ضل عندي هون ثلاث بس في عاشرة قوة لأن لو رفعنا هاد للأعلى بيصير عندي موجب تسعتاش موجب تسعتاش وثمانية سبعة وعشرين صح؟ سبعة وعشرين سبعة وعشرين وعندي أربعة وثلاثين سالب سبعة سالب سبعة بدويا بالنانو معتدى سير ثلاث بحط صفرين وخليها ناقص تسعة يعني تلتميت نانوميتر هو بدويا بالنانو فأنا باجي وين في تلتمية هاي هفرع به تمام نروع على ثمانية وثلاثين ثمانية وثلاثين بيحكيلي في ظهرة كونتون اللي هي تشتت الفوتون فوتون بسقطه بضربه في إلكترون ساكن فالفوتون شو بيصير فيه بفقد جزء من طاقته بعطيها لمين للإلكترون على شكل طاقة حركية والباقي بيضلوا مع الفوتون هذه ظاهرة تكون هنا باختصار الفوتون كانت كم طاقته ستمية وثلاثين كيلو إلكترون بولت على إلكترون حر ساكن إذا علمت أنا طاقة الفوتون المتشتت كانت ستمية وثلاثين كيلو إلكترون بولت يعني نقصت وهذا طبيعي لأنه أعطى جزء من طاقته لمين للإلكترون فكم بتكون طاقة الإلكترون سؤال سخيف جدا ومباشر جدا الطاقة الحركية للإلكترون رح تكون فرق الطاقة يعني ستمية وثلاثين ناقص ستمية وثلاثين فرق الطاقة للفوتون الساقط والمتشتت هذا الفرق هو اللي أخذه الإلكترون ويساوي بطلع تسعة واربعين كيلو إلكترون فولت تسعة وثلاثين يتناسب طول موجة دي بروي نحن نحن في طول موجة دي بروي اللي هو H على MV ما تشوي العلاقة بينه بين الكتلة والسرعة بينه عكسية واللي طرديا مع كل منك كتلة وسرعة لا مش طردي عكسيا مع كتلته وطرديا لا مش صحيح طرديا مع الكتلة وعكسيا مع السرعة غلط عكسيا مع كل من كتلته وسرعته مباشر قانون سؤال مباشر في طلاب يا أستاذي ما بيصدقون أن يحكي لهم أنه حوالي 60% من الأسئلة تطبيق مباشر شفتوا هيكو هذا امتحان آخر امتحان هذا تكميلي 2005 تمام شفوا عدد الأسئلة اللي مرت معنا يا حكي على طول بقرأ وبتجاوب أو تطبيق مباشر أنا لا أنكر وجود بعض الأسئلة بجود 6-7 أسئلة بدها شوي تشغل بجوز فيه سؤالين ممكن بعض الطلاب يستصعبوهم لكن في الجملة حسنا بنحكي عن ما لا يقل يعني بجوز من 35-40 دائرة في متناول جميع الطلاب طيب نجي على 40 طلعوا بالله سؤال 40 عندما ينتقل إلكترون ذرة الهايدروجين من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة أدنى من أعلى لأدنى يبعث من أدنى لأعلى ينطص هذه مفهومة صح؟ طيب الآن عندما ينتقل إلكترون ذرة الهايدروجين من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة أدنى فإنما يحدث للذرة أعلى لأدنى ستبعث إذن تبعث يا هاد يا هاد فوتون انطاقته مجموع عدناها مليون مرة فوتون طاقة تسوي فرق الطاقة فرق الطاقة سهل جدا ما فيه ولا إشه إلكترون في مستوى الطاقة الرابع الزخم الزاوي إحنا بنعرف إنه الزخم الزاوي شو قانونه H N H على 2B بدك تكون بس حافظ القانون هل سوف أي مستوى في المستوى الرابع فشو بدك تحط 4 H على 2B 4 2 شو بدو يضل 2 H على B هايها 2 H على B ها شوفوا أسئلة وراء بعض كلها طب أكتب قانونه حل طيب 42 عنصر X له نظيران تتساوى نواتان نظيران بهذا العنصر يعني هذا تكون حافظ تعريف النظير النظائر هي أنوية لنفس العنصر يعني إيش عني لنفس العنصر تتساوى في عدد البروتونات وتختلف في العدد الكتلي ليش تختلف في عدد النيوترونات إذن تتساوى تتساوى في عدد البروتونات ما بدو تفكير هذا تكون حافظ تعريف النظائر معتمدا على الشكل المجاور الذي يبين جزء من منحنة الاستقرار منحنة الاستقرار يعني هذه الأنوية بتكون مستقرة تحتها فوقها بيكون غير مستقر حيث أمثل المربع هذا السكن الفاضي مستقر وهذا هيك مضلل غير مستقرة بقولي تضمحل النواة غير المستقرة اللي هي C النواة غير المستقرة اللي هي هاي إلى C طب هاي كيف بدها تستقر إلى C ركز شوف أولا عشان تيجي من مكانها لC بدها تتحرك هيك يعني شو دي يصير في العدد البروتونات بده يقل إذن هي ستفقد بروتون هذا أنه واحد 43 بدها تفقد بروتون حلو طب شو دي يصير في النيوترونات طلع هي مش بزا تيجي هيك دي تيجي هيك ودها تطلع كمان عشان توصل على C صح يعني هي خسرت بروتون وكسبت نيوترون كيف أنا بخسر بروتون وبكسب نيوترون ماتوا البروتون اللي خسرته تحلل وعطاني نيوترون صح؟ زائد واحد هون لازم ضل واحد هون صفي صفر معناته هون واحد هون واحد هون واحد تمام حفظ عدد الذري والكتل يعني زيرو زائد طبعا هذا شو برافقه نيوترينو شو هاد؟ هذا بيت الموجب بس ماشي ممكن هذا السؤال يقولي السؤال مش سهل معنو والله سهل بس ماشي دي ماشي لك يا هذا بيت الموجب إذن إذن كيف حلنا؟ انتبهنا هاي الغير مستقرة شو عملت؟ راحة سي كيف راحة عسي؟ شوفوا أول إشي عدد هالذري بدي يقل يعني عدد بروتوناتها وعدد نيوتروناتها بدي يزيد كيف بخسر بروتون وبكسب نيوترون؟ كل بروتون تحلل وأعطاني نيوترون وهذا إيش؟ هذا هو بيت الموجب أربعة واربعين طيب أربعة واربعين بحكية اللي بده نسبة مع تبسط ومقام نصف قطر النواة دي يعني آر لدي إلى نصف قطر النواة بي يعني آر بي شو قانون نصف قطر النواة؟ آر نوت في الجذر التكعيبي للنواة على آر نوت الجذر التكعيبي للعدد الكتلي للنواة تمام؟ طبعا آر نوت مع آر نوت راحوا شو ضل عندي؟ تحت الجذر تحت الجذر التكعيبي A D يعني بدي العدد الكتلي لدي هاي D احنا بنعرف إنه العدد الكتلي شو بيساوي؟ Z زائد N فباجي بالنسبة لدي تمانية عددها الذري تمانية زائد عددها الكتلي هاي عدد الناسف عدد النيوترونات تمانية معناته ستتاش نيجي على بي بالنسبة لبي هاي عددها الذري واحد صح؟ وعددها اهي عدد الذري واحد وعدد النيوترونات واحد معنات وعددها الكتلي اتنين طبعاً لما يكون ما عندي زائد وناقص بقدر أدمج الجذر التكعيبي يعني شو بتصير ستاشع اتنين طبعاً ستاشع اتنين تمانية والجذر التكعيبي للتمانية اتنين يعني حتى آلة حاسبة ما بتحتاج تطبيق مباشر على القانون طبعاً لما يحكي اتنين على اتنين على واحد اللي يجي تمام طيب هيك خلصنا الصفحة التامنة يلا نروح الآن السابعة السف الآن بنروح على الصفحة التامنة الصفحة التامنة أول سؤال فيها هو سؤال خمسة واربعين سؤال خمسة واربعين بحكي إذا علمت أن طاقة الربط النووية لكل نيوكليون إذا هون شو معطيني الباينبينج انيرجي لكل نيوكليون تمام في ذرة الكربون C612 تساوي 7.7 مليون إلكترون فولت فإن كتلة هذه النوى بوحدة AMU سؤال سهل بس إيش بده شوي تحل طويل يعني يلا بسم الله طبعاً كيف دي أجيب له كتلة النوى كتلة النوى وين موجودة في قانون دلتأم معانتوا لازم قبل أول أجهزه دلتأم منون أجيب دلتأم من البايندينج انيرجي ومنون أجيب البايندينج انيرجي من بي إي على إي هاي كم أطنياها أطنياها 7.7 مليون إلكترون فولت فالآن شو باجي بعمل بعوض العدد الكتلي أنا العدد الكتلي عندي 12 يعني هون 12 وبعمل ضرب تبادلي بتطلع عندي البايندينج انيرجي تساوي وبضرب 7.7 ضرب 12 بطلع 92.4 مليون إلكترون فولت هاي هي البايندينج انيرجي طيب البايندينج انيرجي شو قانونها دلتأم ضرب 931.5 يساوي 92.4 بقسم الطرفين على معامل دلتأم فبقسم هذا على 931.5 بطلع يساوي 0.0 9 9 9 1 9 تمام تقريبا يعني فيه 4 8 خاص كافيات هذو المنازل هذي ايش AMU Atomic Mass Unit الآن باجي بفق قانونها احنا بنعرف انه دلتأم تساوي Z في MP زائد N في M N تمام يعني كتلة البروتون في عدد البروتونات كتلة النيوترون في عدد النيوترونات ناقص M كابتال اللي هي كتلة النواء اللي هو بيسأل عنها فباجي بعوض الآن 0.0 فاصلة 0.0 9 1 9 يساوي عدد البروتونات اللي هو 6 في كتلة البروتون شو أعطاني إياها هو بس هي قرب لي إياها 1.7 بالألف زائد عدد النيوترونات بطرح 12 ناقص 6 6 وبضربه في كتلة النيوترون الواحد اللي أعطاني إياها أعتقد 9 أه 9 عشان ما أرجعش بس للصفحة الأولى تمام ناقص باجي هون بشتغل على الآلة الحاسبة بحكي 6 ضرب 1.02 7 يساوي بطلع 6.42 بالألف زائد بفتح قوس 6 ضرب 1.09 وبسكر القوس يساوي بيطلع 12.96 بالألف اللي هو هون هاد هذا كله بطلع 12.096 الان شو بعمل بطرح من الجهتين هذا المقدار تمام يعني رح أحكي 0.0 9 9 1 9 ناقص 12 12.096 بطلع سالب 11.99 طبعا السالب مع السالب بتروح فإذن M تساوي 11.9968 AMU الآن بندور على هذه الإجابة في الضع دائرة 11.9 هاي تمام يعني روح لـ 46 46 46 46 بيحكي لي وضح الرسم التخطيط المجاور إضمحلال نواة بورون إلى كربون بطريقتين طريقة مباشرة بيصير عندي مباشرة من بورون إلى كربون طريقة غير مباشرة بتحول من بورون لكربون مثار ثم كربون مستقر طيب إن نوع الجسيم المنبعث في الإضمحلال المشار إليه بالرقم 3 وطاقته بوحدة تعالوا نشوف يا ترى هذا شونه عبيتة موجب سالب ألفة شو هو باجه بكتب المعادلة أنا شو اللي تحول عندي البورون اللي هو 5 12 تحول إلى كربون نحن نحكي بطريقة هاي كربون C6 12 حفظ عدد دري وحفظ عدد كتلي فيش غير هاي الطريقة هون عندي 5 و هون 6 معنة لازم نكون سالب واحد عشان تصير مجموع متساوي هون 12 هون 12 معنة لازم نكون صفر مين هاد؟ هذا بيتة السالب صح؟ إذن بيتة السالب معناته ديكون يابا يدال طب قديش طاقته؟ لاحظوا الطاقة من هذا المستوى لهذا المستوى هي التسعة مي في زائد الأربعة بوينت أربعة مي في إما تبدأ أجمعهم تسعة وأربعة تلاتتاش فاصلة أربعة إذن دال بس بجمع الطاقتين بتكون هي الطاقة الكاملة سبعة واربعين هذا سبعة واربعين فيه زي فاسلة الوحدة في الكتاب يوضح الرسم البياني المجاور العلاقة بين النسبة إن على إن نوت في مية بالمية لهي هاي نسبة النواء المشعة لعينة من عنصر مشعة والزمن إن ثابت لب محلال لمدة للعنصر هذا اللي هو سبعة واربعين برضو سؤال سهل احنا بنعرف إنه القانون اللي فيه لمدة طبعا هو أول ما حكى حطي اللي في الإجابات لن اللي فيه لن اللي هو تي عمر النصف يساوي لن لاتنين على لمدة أنا بدي لمدة معانتوا بحكي لمدة تساوي لن لاتنين على عمر النصف كم عمر النصف سهل جدا هذا الرسم البياني لا تنساه سفيه زي ما قلت لك سؤال في أسئلة الوحدة هون بعطك نسبة النواء المشعة شو يعني نصف عمر النصف يعني الزمن اللازم عشان يضل عندي خمسين بالمية نصف العينة تختفي تضمحل معناته عند خمسين بالمية من هاي النسبة المئوية عند خمسين بالمية كم بيكون ساعتين تمام بس خلط هلصت إذن لن اتنين على اتنين با ولا أسهل منه يا أستاذ هاي نصف العمر يعني عندما تصبح نسبة الانوية خمسين بالمية يعني ظل خمسين بالمية من العينة الأصلية قديش بقى عشان أوصل للخمسين بدي وقت اتنين اوارز فهي بعوض عمر النصف تمانية واربعين تمانية واربعين بيحكيلي تعرض بعض المواد الغذائية لإشعاعات نووية لتخزينها لفترات طويلة دون أن تفسد إحدى هذه الإشعاعات هي إلكترونات عالية الطاقة هذا فيش في فهم هذا حفظ موجود في الكتاب إذن إلكترونات عالية الطاقة تسعة واربعين تضمحل نواة الصوديوم إن 11-22 منتجة جسيم بيتا الموجب تعالوا تفرج طلعوا هون إلكترون سالب عانتوا هذا أكيد غلط هون فيه سالب أكيد غلط لأنه بقلي بيتا الموجب ضل عندي با وجيم ونواة النيون إذن في الحال كل الحالات أنتجات النيون الآن عشان أعرف مين الصح لازم شو أتحقق حفظ عدد كتلي وحفظ عدد ذري لو أجيت على با هون عندي 22 هون 22-0-22 هون عندي 11 وهون 10 وهون 1-11-100-100 خلاص لو أجيت على هاي يشوفوا 2-22 آسف 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 اني حنى شيكت ابتتة تانية إذن ما عندي مشاكل في حفظ العدد الذري والكتلي هون 22-22 صفر صح 11 هون صح كله صح طلت شغلة أخيرة من الذي يرافق الموجب هل هو ضديد لنيوترينو ولا لنيوترينو شخصيا لنيوترينو شخصيا تمام آخر سؤال عنا يا أبطال بحكي لي عند قذف نواة اليورانيوم هذا خمسين هذا خمسين يبتكون حافظه أو بتشتغله زي ما بدي أعمل هسه عندي يورانيوم 235 قذفته بنيوترون من عدد كتلي هسه فبيحكي لي فإنها تنشطر إلى نواتين وينبعد ثلاث نيوترونات تمام إحدى النواتين شو بتكون كريبتون كدهش عدد هذ الكتلي 92 فهو بيسألنا الباريوم هاد هيحط ايه قداش بيكون أنواحد فيهم هالعدد كتلي 139 141 142 بيشتغل حفظ العدد الذري والكتلي بلاجع العدد الكتلي واحد ومتين وستة ومتين وخمسة وثلاثين بيصير ومتين وستة وثلاثين جمعت هدول مع بعض تمام لازم يساوي 92 زائد ايه زائد ثلاث في واحد ثلاث تمام ثلاث وثنين وثلاثين هاي خمسة وتسعين ناقص خمسة وتسعين ناقص خمسة وتسعين يشتغل معنا هذا الحل بإذن الله عز وجل وفهمه أتوقع إذا أنت وضعك ممتاز ما عندك أي مشاكل نصيحة نهائية في الامتحان دائما حاول إبدأ بالأسئلة الخاصة بالوحدة السادسة والسابعة بجزء لاحظت أسئلة النووية النووية والكم اللي هي بدأت معنا تقريبا من من هنا من سؤال ستة وثلاثين يعني حوالي خمسة عشر سؤال هما هيك عادة بحدود الخمسة عشر سؤال تمام هذول آخر خمسة عشر سؤال لو بديت فيهم غالبا يعني بنسبة تسع وتسعين بالمئة إذا أنت دارس بإذن الله عز وجل بتسكر علامتهم يعني بنحكي عن خمسة عشر دائرة أبدأ فيهم أحلهم طلع خمسة عشر دائرة كل دائرة بأربع علامات عشرين أربعين هاي حوالي ستين علامة تخيل لما أنت تبدأ امتحانك وتجيب ستين علامة نفسيتك راح تتحسن معلوياتك بترتفع مخك بفتح ووضعك بصير ممتاز نصيحتي دائما ابدأ في أسئلة الوحدة السادسة والسابعة ليه أسئلة الكم والنووية تمام ويعطيكو ألف عافية ويا رب النجاح للجميع والعلامات العالية بإذن الله عز وجل وبشرونا بعلاماتك إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة